خلونا دلوقتي نلوح لموجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا تساند أثمنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسرائي بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق وخاصة على الطرق السريعة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرس لاستعراض موقف حالة التقالبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتوجد مجموعات التورق المتخصصة للتعامل مع أي قطال المرافق وكذا فرق الإغاث على الطرق السريعة على وجه الخصوص مشينا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصال الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وطوقات لحالة التقص بوجه عام فضلا عن انتضام عقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1543 متعافية من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 398 761 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 62 حالة جديدة قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوارس جونسون إن جونسون ينوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفارس كورونا وبهذا ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المؤكد إصابتهم بالفارس باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر هذا وسيقدم جونسون أيضا قدرا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فارس كورونا من خلال المراقبة المستمرة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 108 725 إصابة جديدة بفارس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفارس في البلاد إلى 28 مليون و167 587 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 851 وفاة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 643 880 وفاة أكد البنك الدولي استعداده لصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا وأن مجلس إدارته سينظر في ذلك بحلول نهاية مارس المقبل في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة المدى لكياب وأضف البنك في بيان أن مديره ديفيد مالباس أكد في اجتماع مع رئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني واقتصاده وتلبية احتياجاته التمولية سواء على المدى القصير أو الطويل قالت السلطات اليونانية أن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد حادثة حريق عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر الجمعة وكان على متن العبارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بها ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إن المدى العام أمر بفتح تحقيق في الحادث وأضف أنه تم احتجاز القبطان واثنين من المساعدين لفترة وجيزة للإدلاء بشهادتهم وتم إطلاق صراحهم فيما بعد أما رياضيا ففاز ريال مدريد على ضيفه دي بورتيفو ألافاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدور الإسبانية ثلاثية الفريق الملكي جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماركو أسانسيو في الدقيقة الثالثة والستين وفينيسيس جونيور في الدقيقة الثمانين وكريم بنزما من ركلة جزاء في الدقيقة التسعين وبهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 57 نقطة ليعزز صدرته لجدول ترتيب الليجة بفارقي 7 نقاط عن إشبلية الوصيف فيما توقف رصيد الضيوف عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخيرة نهاية موجزة الثامنة نقول لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل